ترتيب وبعدين اتكلم فنيا شوية على مباراة الزمالك وودي دجلة الاهلي في المركز الاول 39 نقطة ويعني النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم في بطولة الدوري لمصر لغاية دلوقتي مسجل 28 هدف وايضا اقوى خط تفاع النادي الاهلي دخل في مرمى 10 اهداف فقط يعني الاهلي اقوى خط هجوم 28 هدف اقوى خط تفاع 10 اهداف وبيتصدر المسابقة برصيد 39 نقطة هيجي في المركز الثاني الزمالك بفارق 7 نقاط والزمالك زي ما قلتلكم النهاردة خسر نقطتين مهمين جدا كان يخلي الدوري احلى لو الزمالك كسب صراحة الناس كلها كان نفسها الزمالك يكسب النهاردة عشان الدوري يبقى فيه منافسة والفارق ما يبقاش كبير ما بين الاهلي والزمالك لكن استمر الفارق 7 نقاط مصر المقصة لعب 17 مباراة 31 نقطة وانتوا عارفين المقصة يعني انبارح كسبه في الكونفيدرالية في اثيوبيا 3-1 فريق الدفاع الاثيوبي في لقاء الزهاب فما لعبوش الاسبوع الـ 18 لغاية دلوقتي لكن ان شاء الله مصر المقصة حيلعب يوم الخاميس اللي جاي مع المصري في الاسبوع الـ 19 المصري المركز الرابع 31 نقطة بعد التعادل مع بيتروجيت ولسه للمصري مباراة مؤجلة سموحة في المركز الخامس 28 نقطة الداخلية المركز السادس 27 نقطة بيتروجيت المركز السابع 27 نقطة الانتاج الحربي قفز قفزة كويسة جدا بعد الفوز الأخير 25 نقطة في المركز الثامن امبي في المركز التاسع 25 نقطة نروح للمركز العشر الاسماعيلي